بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الطلاب والطالبات أهلاً ومرحباً بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات صفر رابع الفاصل الدراسي الأول درس اليوم مهم ومهم جداً جداول الدوال لكن عندنا هالمرة الضرب والقسمة طبعاً اخذنا جداول الدوال في الجمع والطرح في مواضيع سابقة وقلنا مثلاً لو أعطاني الآن مثلاً تعالوا الآن عندي جداول الضرب جداول الضرب الثلاثة والخمسة والسبعة لاحظ عندي مجموعة علاقات تشوفها الآن طبعاً واحد ضرب ثلاثة يعطينا ثلاثة طيب لو بالطريقة هذه الآن لاحظوا العلاقة اللي عندي ثلاثة ستة تسعة أفناعش وين أيضاً خمسة عشرة خمسة لو قلت لك وش العلاقة اللي عندي هنا بتقول زائد خمسة هنا مثلاً زائد ثلاثة إذن عندي علاقة كذلك في البقية طب لاحظ أيضاً لاحظ الآن راح أبيلك علاقة أخرى الآن لاحظ لو أخفيت عملية الضرب اللي هي اللي ضربنا فيه أصبع عندي الواحد مع الثلاثة والاثنين مع الستة والثلاثة مع التسعة طب وش العلاقة الآن طب راح تقول لي يا إنها ضرب يا إنها جمع طب قلت ممكن يكون ضرب ممكن يكون جمع لو جربت الجمع ما راح يجي معاك الواحد زي الثنين يأتي ثلاثة راح أطبق تحت الاثنين لو أضفت لهي الثنين أصبح ستة إذا ما جت معي الجب نستبدل بضرب إذا لاحظ العلاقة اللي عندي هنا أصبحت ضرب إذا أوجدت علاقة ما بين هنا أوجدت علاقة ما بين العددين كذلك بإمكاني أيضاً إيجاد علاقة هنا لاحظ الآن عندي عندي بطل علاقة اللي هنا والعلاقة اللي هنا لاحظ كلما أضفنا واحد هنا زود واحد هنا راح أضيف ثلاثة أيضاً أصبح عندي علاقة ما بين الأعداد اللي هنا والأعداد التي هنا من هذه العلاقة في الجداول أستطيع إيجاد أني عندي العملية والشيء هل هي ضرب هل هي جمع أو قسمة وهكذا إذا لاحظ عرفت أن العملية عندي الآن ضرب ثلاثة أو ضرب خمسة وهكذا كنا في الجمع إذا جاني عملية الجمع طبعاً مثل الدالة ما هي الدالة؟ كميتين علاقة بين كميتين بينهما قاعدة إذن علاقة بين هذه الكميتين يكون بينهم قاعدة مثل ما شفنا قبل قليل كيف شكل الدالة؟ شكل الدالة الكميتين هي مدخلة ومخرجة بينهم قاعدة المدخلة والمخرجة بينهم قاعدة اللي كنا نسويه في الجدول هي عبارة عن ندخل قيمة تخرج قيمة على حسب القيمة اللي دخلناها حسب القاعدة اللي طبقناها على هذا العدد يخرج عدد آخر إذا المدخلة ومخرجة وبينهما قاعدة إذا شفى الآن عندي جدول الآن لاحظ سأرمز المدخلة بهذا الرمز سأطبق القاعدة واحد زائد ستة سبعة ثلاثة زائد ستة على حسب القاعدة اللي عندي هنا القاعدة يسمح تسعة خمسة زائد ستة إحدى عشر وهكذا تعتبر هذه متخلة وهذه مخرجة أدخل قيمة تخرج قيمة أدخل قيمة تخرج قيمة على حسب ماذا؟ حسب القاعدة اللي عندنا هنا أني راح أضيف ستة لمين؟ للمدخلة اللي عندي وهذه النقطة مهمة أني يعرف مش نوع العلاقة اللي بين المدخلة والمخرجة طيب إذا بإمكاني إيجاد العلاقة في الجدول بإمكاني أيضا إيجادها من خلال السؤال شفى السؤال اللي عندي تزيد المسافة التي قطعها ماجد بدراجته لاحظ ستة كيلو على التي قطعها سوهيل يعني ماجد أكثر من سوهيل بكم؟ أكثر بستة يعني راح أضيف ستة العلاقة اللي بين ماجد والسوهيل إن ماجد أكثر بستة هنا الآن أضيف على سوهيل أقول سوهيل أضيف إليه ستة حتى أحصل على المسافة اللي قطعها ماجد إذا مثل ما أخذنا الجمع الطرح الآن بنفس الفكرة راح ناخذ الضرب والقسمة فكرة درسنا أستعمل عمليتي الضرب والقسمة لأنشئ جدول أو أكمله يعني أنشئ جدول أو أكمل هذا الجدول ماذا سنتعلم أنشئ جدول إيجاد القاعدة أو نوصف النمط اللي عندنا راح نشوف الآن على كل واحدة منه استعد اشترى سعيد قارب صيد جديدا طوله خمسة أمتار ورادا يعرف طوله بالسنتيمترات فأنشأ الجدول المجاور ما النمط الذي تلاحظه في المدخلات والمخرجات عندي هنا نمط في المدخلات والمخرجات هنا مدخلة وهنا مخرجة لاحظ هنا عندي بحول من متر إلى سنتيمتر الواحد متر كما أصبحت أصبحت مية الوثمين كما يصبح يصبح ميتين طب وش العلاقة أضيف مية أضيف مية أو بالإمكان بدل التكرار أستخدم عملية واحدة وهي الضرب إذن طالما عندي الآن لهذا كيف سننشج جدول طالما عندي مع الواحد مية إذا مع الاثنى ميتين إذا عرفت العلاقة اللي عندي بإمكاني إكمال الجدول راح أضرب في مية كل مرة إذا كان طول القارب ثلاثة راح أضرب في مية يعطيني ثلاث مية طولة بالسانتي إذا كان طالب مني مثلا خمسة بنفس الطريقة طالما أني عرفت عندي القاعدة اللي أضرب في مية بدل ما أقول مية ومية 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 كرر استخدم الضرب أضرب في مية لو ضربنا في مية يصبح خمسمية إذن أوجدنا طول القارب عندما يكون طوله بالمتر خمسة سيصبح بالسانتي متر طوله خمسمية وسوينا عرفنا من خلال القاعدة اللي عندي طبكتها بدل ما أمشع النمط اللي عندي كذا أكرر النمط إذا عرفت العلاقة هنا ما بين الأعداد اللي هنا بإمكاني تطبيق هذه القاعدة على أي عدد يريده شو مثال آخر إيجاد القاعدة ألان طلب مني إيجاد القاعدة قبل قليل أكمل جدول ألان نوجد القاعدة طيب لاحظ عندي يوضح الجدول عدد الأرباع الموجودة في إعداد مختلفة من الريالات استعمل جدول الدالة لتحدد القاعدة طيب الريال واحد كم فيه ربع؟ فيه أربعة طيب الريالين أربعة أربعة ثمانية أربعة أربعة طيب الثلاثة أربعة وأربعة وأربعة طالما عندي تكرار طيب وش العلاقة اللي عندنا هنا الواحد أصبحت أربعة الاثنين أصبح ثمانية تكرار لمين؟ للأربعة أضيف أربعة كل مرة أضيف أربعة أضيفة التكرار اختصارها الضرب أضرب فيه كم؟ بإمكاني أضرب فيه أربعة إذا عندي الريالين أضرب في أربعة يعطينا عدد الأربعة ثمانية إذا عندي عشر ريالات كم فيها ربع؟ راح أقول عشر وعشر وعشر أكرر أو بالإمكان أو أربعة واربعة واربعة عفوا أكرر عشر مرات أو أستخدم خطة واحدة أضرب عشر ضرب أربعة إذن هذا هام شيء عندي إني أوجد القاعدة إذا أوجدت القاعدة يصبح علي سهل جداً أي طلب إذن لاحظ معي الآن طيب ما عرفت أني ضرب أربعة إذن أصبحت القاعدة عندي وهذا هام نقطة عندي أنها راح أضرب المدخلة في أربعة المدخلة تمثل عدد الريالات المخرجة تتمثل كم ربع في هذا الريالات الار وصف القاعدة وصف النمط اللي عندنا طيب نشوف نفس الفكرة ما راح نكون بعيد يوضح للجدول عدد الدراجات الثلاثية العجلات التي يمكن صنعها باستعمال أعداد مختلفة من العجلات استعمل جدول الدالة لتصف القاعدة طيب ما المقصود يعطينا أنا هنا لو المربع ليمثل ماذا؟ يمثل المخرجة يمثل ماذا هنا؟ المثلث يمثل المدخلة يقول لي هنا عدد عدد ماذا؟ العجلات إذا عندي طيب مثلا طيب هنا عدد الدراجات هنا أعطاني عدد الدراجات إذا عندي مثلا ثلاث عجلات يعني كم عندي دراجة؟ دراجة واحدة إذا عندي ست عجلات يعني كم بإمكاني يكون عندي دراجة؟ دراجتين طيب وش العملية؟ أحسنتم طالما الدراجة الواحدة لها ثلاث عجلات إذا راح أقسم على ثلاثة إذا اللحظ عندي هنا يقسم عدد العجلات على ثلاثة لأن كل دراجة لها ثلاث عجلات عرفت القاعدة بنفس الطريقة السبع وعشرين عجلة لو أخلي كل ثلاثة مع بعض يصبح عندي تسع دراجات بنفس الطريقة لو عندي أربعة وعشرين عجلة لو طلعت كل ثلاثة مع بعض تمثل دراجة واحدة يصبح لدينا ثمانة طيب وش النمط اللي عندي؟ النمط اللي عندي هنا ما بين العلاقة هنا والعلاقة هنا لاحظ عندنا ماذا هنا العلاقة؟ صف العلاقة اللي عندي ينقل ثلاثة ينقل ثلاثة طيب وعناء يزيد واحد يزيد واحد بكده يكون وصفتي العلاقة اللي عندي ما بين المدخلة والمخرجة مثل ما طلب عني إذا راح أقسم مثل ما قال الآن يوضح النمط كلما نقصت المدخلة اللي هنا المدخلة تنقص ثلاثة تنقص المخرجة بمقدار واحد وهي النمط اللي ما بين المدخلة والمخرجة المدخلة يمثل عدد العجلات المخرجة مثل عدد الدرجات نشوف الآن السئلة مباشرة منتعكد يوضح الجدول المجاور عدد أزواج الجوارب التي يمكن إيجادها عند أخذ أعداد مختلفة من الجوارب من مغسرة الملابس أكمل الجدول المدخلة ماذا يمثل؟ المدخلة يمثل عدد الجوارب المخرجة مثل ماذا؟ أزواج الجوارب جوارب؟ أنا عندي جوارب متفرقة كل جواربان يمثلان ماذا؟ يمثلان زوج إذن راح أضع كل اثنين عبارة عن زوج طيب الآن بالطريقة هذه هذه جوارب مثلا لاحظ كل زوج عبارة عن اثنين إذن هذا يمثل زوج لو عندي ثمان حبات من الجوارب يعني كم بإمكاني أطلع زوج؟ كل حبتين مع بعض اثنين أربعة ستة ثمانية يعني كم عندي زوج أصبع؟ سيصبي عندي أربعة أزواج وسويت أنا وضعت كل اثنين مع بعض إذن يصبي عندي أربعة أزواج إذن أربعة لبس من الجوارب طيب لو عندي خمس متفرقة عشر متفرقة رح أضع كل اثنين أطبق القاعدة أقسم على اثنين عدد الجوارب أقسم على اثنين لأن كل اثنين يمثلون زوج العشر أقسمنا على اثنين يصبي عندي خمس أزواج من الجوارب كذلك اثنين قسم اثنين تقسيم اثنين يعطينا ست أزواج لو عندي أربعة عشر جوارب يصبي عندي كم زوج؟ سأضع كل زوج مع بعض اثنين يصبي عندي سبعة أزواج إذن كذا اكملنا الجدول وهو المطلوب انشف اسوال آخر لكل فراشة جناحان انشف جدول دالة لتوضيح العدد الكلي لأجنحات أربعة خمسة ستة سبعة فراشات ثم اختب القاعدة وصف النمط اسوال جدا سهل لاحظ هذه معلومة جدا عندي مهمة يقولي لكل فراشة جناحان هذه معلومة جدا وبإمكاني إيجاد العلاقة مباشرة منها طالما عندي العدد واحد معلي قابلة طيب انشئ جدول دالة سأوانشئ الجدول الآن أضع فيه ماذا؟ المدخلة ماذا يمثل المدخلة؟ هو طلب مني هنا عطيني يقول العدد الكل لأجنحة إذن عندي أربع فراشات خمس فراشات ست فراشات سبع فراشات المخرج يتمثل ماذا؟ المخرجة سأتمثل الأجنحة إذن هنا يمثل عدد الفراشات اللي هو المدخلة وين يمثل الأجنحة؟ طيب الفراشة الواحدة لها جناحان الواحدة لها جناحان طيب الاثنين فراشتان أربعة الثلاثة ستة وش العملية مباشرة؟ طالما تكرار اكرر الثنين عملية الضرب راح أضرب في المدخلة أضربها في ثنين المدخل اللي هنا أي عندي مدخلة أضرب في ثنين إذا عندي أربع فراشات أضرب في ثنين أربع ضرب في ثنين يصبح عندي ثمانية أجنحة إذا خمس فراشات خمسة ضرب في ثنين بعشرة إذا ست فراشات راح أضرب في ثنين في ثنعاش كذلك عندي سبع فراشات راحي أضرب في ثنين يعطيني أربعة عشر جناح طبعا لو طلب مني وصف النمط اكتبنا القاعدة طرعا هذه القاعدة المدخلة ضربها في ثنين أكملنا أيضا الجدول طلب مني إكمال الجدول أنشى جدول وإكماله طلب مني اكتبت القاعدة. تبقى الآن وصف النمط. راح اقول لاحظة العلاقة ما بين المدخلة والمخرجة. كلما زادت المدخلة. ماذا؟ كم يزيد عندي؟ يزيد واحد. ماذا يحدث للمخرجة؟ يزيد اثنين. كلما زادت المدخلة بواحد زادت المخرجة باثنين. وصف النمط حسب اللي امامك. نشوف سؤال اخر. تدرب. اذا علمت ان في كل كيس ست كرات فاستعمل الجدول المجاور لتجدد العدد الكلي للكرات فيه اعداد مختلفة من الاكياس. سؤال سهل جدا. طيب. هنا معلومة جدا مهم منها. انه في الكيس الواحد ست كرات. مهم جدا. بامكان ينشاء جدول وتكميلته وإيجاد القاعدة وكلش. الكيس الواحد في ستة. الكيسين كم يكون فيها؟ اثنى عش. ستة وستة. ثلاث كياس. ستة وستة وستة. بدل تكرار نفس العدد بامكان اختصارها بعملية واحدة. وهي الضر. سوى انشاء الان جدول. اضع فيه طبعا لاحق ضرر بستة. ليش ضرر بستة؟ لان عندي الكيس الواحد في ستة. المدخلة تمثل ماذا؟ المدخلة تمثل عدد الاكياس. المخرجة هنا عدد الاكياس. المخرجة تمثل ماذا؟ تمثل عدد الكرات الذي بلاكياس. اذا عندي نعفوا. اذا عندي خمس اكياس. خمسة. رح اضرب الخمسة في ستة. خمسة ضرب ستة. يعطينا ثلاثين كرة في خمسة اكياس. اذا عندي ستة كياس. رح اقول ستة ضرب ستة. يعطينا ستة وثلاثين كرة في ستة اكياس. اذا عندي سبعة. رح اقول سبعة ضرب ستة. ويساوي كم؟ يساوي اثنين واربعين كرة في ستة اكياس بنفس الطريقة. لو عندي ثمان اكياس. كم كرة بهذه الثمان؟ طالما عندي العلاقة. الكيس الواحد به ستة كرات. بإمكاني ايجاد اي عدد طالما عرفت العلاقة. اذا لو قلنا ثمانية ضرب ستة. يعطينا ثمانية واربعين كرة في ثمانية اكياس. طيب. يعني كنا بالسابق. اشوف النمط اللي عندي هنا. اشوف النمط. واكمل النمط. الآن بإمكاني فقط ايجاد العلاقة. اللحظة العلاقة اللي عندنا هنا. اذا لاحظت العلاقة اللي ما بين المدخلة والمخرجة بإمكاني ايجاد اي عدد طلب مني من الكيس. مش بسوأة الاخر. يتم توزيع العدد الكلي للوجبات الخفيفة كل اسبوع بالتساوي بين تسع من الكشافة المشتركين في مخيم كشفي. لاحظ المفردات اللي مهمة جدا. توزيع العدد الكلي للوجبات كل اسبوع بالتساوي بين التسعة من الكشافة المشتركين في مخيم. عندي عدد وجبات. راح اوزعها على تسعة. اوزعها. ما هي العملية؟ اوزع. اقسم. احسنتم. اذا عندي عدد الوجبات راح اقسمها على الكشافة. اللي هم كم؟ اللي هم تسعة. اي عدد عندي اقسم عليهم بالتساوي. طالما اوزع العملية مباشرة قسمها. طب نشوف الان حسب الجدول اللي اعطاني. طبعا نقول يستعمل الجدول. خلنا نشوف الجدول. هذا الجدول. اذا راح اقسم عدد الوجبات على تسعة. المدخل يمثل ماذا؟ يمثل عدد الوجبات اللي عندنا. الوجبات اللي عندي. كم عندي وجبة؟ المخرج يتمثل ماذا؟ تمثل نصيب كل واحد من الكشافة التسعة. نصيب كل واحد. لاحب عدد الوجبات الخفيفة التي يحصل عليها كل عضو. اذا هذه تمثل المخرجة. لتجد عدد الوجبات. وهنا طبعا عند تقديم اعداد مختلفة من هذه. هنا يمثل المدخلة وهي عدد الوجبات. اذا عدد الوجبات راح اوزعها على تسعة. اذا راح اقسم كل مرة. عدد الوجبات على تسعة. كل مرة. اذا راح اقسم المدخلة اقسمها على تسعة لان عندي العدد تسعة من الكشاف. كم وجبة عندي؟ عندي ثمانتعاش. راح اقسمها على كم؟ على تسعة. ثمانتعاش. اوزعها على تسعة. كل واحد يحصل على وجبتين. بنفس الطريقة سبعة وعشرين. وزعها على تسعة. سبعة وعشرين. لو قسمتها على تسعة. يعطينا ثلاثة. يكون نصيب كل واحد. ثلاث وجبات. بنفس الطريقة. ستة وثلاثين. لو قسمناها على نفس القاعدة. تقسيم تسعة. راح يعطينا اربعة نصيب كل واحد. في كل مرة راح اقسم عدد الوجبات على تسعة. بناء على القاعدة اللي عندي. وهي قسمة على تسعة. اذا خمسة واربعين. وجبة. اوزعها على تسعة. كل واحد. لأن الكشافة سيحصل على خمسة. لماذا؟ لأن خمسة واربعين. تقسيم تسعة. يعطينا خمسة. وهو نصيب كل واحد. سؤال اخير. انشأ جدول دان له لكل سالم مما يلي. ثم اكتب القاعدة. طلب مني انشاء الجدول. كذلك كتابة القاعدة. شوف السؤال. اشترت خديجة ست علب صغيرة من الحلوى. بـ 12 ريال. الست علب بـ 12 ريال. فكم علبة صغيرة من الحلوى يمكنها شراؤها اذا كان لديها 14 16 18 20 ريال. هذا يمثل ماذا؟ يمثل المبلغ اللي معها اللي هو المدخلة. مش طلب مني كم علبة. اذا يمثل ماذا كم علبة؟ راح يمثل المخرجة. انشأ جدول. يبين لماذا؟ العلاقة بين المدخلة والمخرجة. يتبقى ما هي القاعدة؟ طيب كيف اجيب القاعدة؟ تاني قرأة سؤال مرة ثانية. لا بدو السؤال يعطيني اشارة. لاحظ. الست علب كم ثمنوها؟ بـ 12 ريال. الست علب ثمنوها 12 ريال. ماذا يعني؟ كم ثمن العلبة الواحدة؟ حتى استطيع اي عدد. الست علب بـ 12. الخمسة علب بكم؟ بعشرة. بكم ثمن العلبة الواحدة؟ ثمن العلبة الواحدة راح يكون؟ احسنتم ريالين. طيب وش الاملية اللي سويناها؟ ضرب قسمة. نعم احسنتم. انا اضرب في اثنين لان عندي اثنين واثنين 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 واثنين. بدل التكرارة عند اثنين ست مرات او سبع مرات او كذا. لا. من كالي استخدام الضرب. لكن تعال هنا. هنا اعطاني ماذا؟ اعطاني مبلغ اللي معها مبلغ اللي محها كم؟ طيب معها 12 ريال. كم تستطيع شراء علبة؟ معها 16 ريال. كم تستطيع شراء علبة؟ لاها بالعلاقة اللي هنا ما بين المدخلة والمخرجة. المدخلة تمثل المبلغ اللي معها والمخرج تمثل عدد العلب التي تستطيع شراءها بهذا المبلغ. معها 14. وش القاعدة؟ الـ 14 راح اوزحها اقسمها. على ماذا؟ على ثمن العلبة الواحدة. كم ثمن العلبة واحدة؟ ريالين. اذا راح اقسم على اثنين. اقسم ماذا؟ الـ 14. طيب بشكل عام المدخلة. وش رمز المدخلة؟ المثلث. المدخلة تقسيم اثنين. يلا الآن. طالما عرفت القاعدة أصبح بإمكاني تكملة الجدول. 14 ريال راح اقسم على اثنين. ثمن العلبة الواحدة. يعطينا سبع علب. اذا محها 16 ريال تستطيع شراء ثمانية. كيف؟ عندي القاعدة قسم على اثنين. اذا عندي 18 ريال تستطيع شراء تسع علب. لماذا؟ لأن العلبة الواحدة ثمنها ريالين. عندي القاعدة فقط مجرد اني اخذ المدخلة وقسمها على اثنين. بنفس الطريقة. لو محها 20 ريال. راح اقسم على اثنين. عشرين. تقسيم اثنين. يساوي عشرة. وهو عدد العلبة التي تستطيع شراؤها بمبلغ عشرين ريال. بكذا اجبنا على سؤاله. اكملنا الجدول. انشأنا الجدول. ومجردنا القاعدة. بعد ايجاد القاعدة. بإمكانك. أمل ما تريد. اخيرا الدالة هي علاقة بين كميتين مدخلة مخرجة بينهم قاعدة. هذا شكل الدالة. تعلمنا كيف ننشئ جدول. نكمل جدول. نوجد القاعدة. ايضا نصف النمط. انتهت درسنا. شكرا لكم من اهتمامكم ومتابعتكم. كان معكم عبدالله الكثيري من لغة الاشارة. الاستاذ عماد الدويب. دمتم سالمين. في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.